السؤال اللي بيسأل صاحبه بيقول السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته جوزي في خلاف بينه وبين أختي وحلف عليا بالطلاق وحلف عليا بالطلاق مش تجيب حاجة لابنه لو جابت ما الحكم في ذلك قال عليا الطلاق ما تجيب حاجة تخص ابني ولا حاجة خالص انت خليه تصل بنا عشان نبطل الكلام ونستهانة بالطلاق ده أول حاجة ما ينفعش نفتي في مسائل الطلاق وبكرر رخوانا اللي بيفتوا على الهوى رجاء أي سؤال بتسأله الست اوعوا تفتكروا كده ان احنا بنقلل من قيمة النساء ولا ان هي مش زوجة ولا ان هي مش صادقة أبدا انت ما ينفعش تجاوب في مسألة الطلاق إلا للي تلفظ بلفظ الطلاق مش بس ايها تقولك انا عارفة نيته كانت ايه ده نيته كانت التهديد لا نيته ان كان اهو عايز يطلق لا هي حسة ان دي نيته لان هي ما دخلتش في قلبه وحتى هو لو قالها كده ممكن يكون بيكدها يا ما يشوفنا بقى في مجالس الفتوى يبقى الحل هو ايه ان احنا محتاجين زوج حضرتك يتصل بنا عشان يقول لنا هو كان قصده ايه وان كان المسألة خفيفة ان شاء الله لان هو قال علي الطلاق ده اذا كان هو قال الكلام اللي انت بتقولي هقول لكم حاجة تخيله في مجالس الطلاق تقول لي هو قال علي الطلاق جاء جاء يقول له انت قلت يقول لي انا قلت لها تكوني طالق لو عملت كده فقول لها بس هو بيقول لها تكوني طالق ما هي بتقول لي ما هي هي ايه مولانا ما هو ده علي الطلاق هي زي تكوني طالق هو ايه الفرق لا قد فيه فرق قلت زيك ايه اللي حاصل لابد ان احنا نسمع الزوج قال ايه عشان نقدر نجاوب عليه اجابة صحيحة لان احنا بنحتاط في الاعراض وكمان فيه الجنايات الاشياء اللي فيها جناية اللي اتنين بنحتاط فيهم جدا جدا عشان ده من اشد الاشياء في حياتنا اللي احنا لازم نقدسها ونحترمها اشتركوا في القناة